سعال هلموا إلينا الضفوة عمو يزيد تكتب عمو يزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بي ككل بداية حصة نبدأ دائما بأيام دولية دي جورني انترنسيونال ليهمونا في حياتنا في هاد الفترة هدي يوم 15 جنفي كين يوم عالمي مهم هو اليوم العالمي للاجئين دي جورني انترنسيونال هابلكم يا أطفال باللي الحروب والنزاعات تولد لاجئين واللاجئين هادول مع انهمش ديور مع انهمش ديور هوا مع انهمش من يسكنوا يعني بدون مأوى لذا نتوقفوا كل يوم 15 جنفي باش نتضامنوا مع هاد اللاجئين ونطلبوا ربي يرجع كل واحد الوطن وكل واحد يخلي عندهم مأوى إذن يا أطفال نقول لكم اللغز هابلكم تسنوقع في اللغز على فالي نقول لكم اللغز اليوم اللغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي بحركة من إصبعنا يحدثنا نعوده ما هو الشيء الذي بحركة من إصبعنا يحدثنا فكروا عبارة بالشاطرين فكروا لغاية نهاية الحصة انتم وأصدقائنا اللي مشوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الإجابة عن اللغز عن طريق موقع الانترنت بطريقة تالية أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آقل اكتب عن مويازيت.com اضغط على زرار جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجاوب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة آقل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في حسها الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية إذن في انتظار الإجابة عن اللغز يا أطفال رايح نروح هدركها مع أشرف يعرفنا عن شخصية مرموقة في الكفاح الجزائري هو علي النمر يلا معايا اتفضل أشرف السلام عليكم من منا لا يقدر منبع نفسه في سبيل الوطن علي النمر ولد في 16 مارس 1925 بدوار حدوسة بموانا أولاية باتناء رغم السنوات القليلة التي قداها في المدسة فقط استطاع أن يتقن القراءة والكتابة باللغتين معا انقاط عن الدراسة بسبب خلاف بينه وبين مهلمه الفرنسي الأصل وراح يبحث عن عمل لمساعدة أسرته الفقيرة انضم إلى حسب الشعب الذي كان ينشط صرا أثناء العرب العالمية الثانية وذلك سنة 1943 بباتنة وهو لم يتجاوز 18 سنة في الأيام الأولى من تفتير الطورة أوقي القبض عليه من طرف بوليس العادو وأعتقل ولن تتمكن فرنسا من معرفة الدول الذي كان يقوم به فاضطلت إلى إخلاء سبيله في فيفري 1955 وبعد أيام التحق بالعمل العسكري في صفوف جيش التحرير الوطني إلى جانب إخوانه المجهدين في أوائل شهر مارس 1955 ومنذ انتحاقه بصفوف جيش التحرير الوطني عمل الشهيد علي المر في نشر وتوسيع رقعة الثورة بتوعية وتعبئة الجماهر الشعبية وتدنيج الشباب في صفوف جيش التحرير الوطني وتعين مسؤولين لا سيمة في الجهة الغربية من ولاية أوراس حتى القبائل الكبرى في الولاية الثالثة بعد مؤتمر سمام سافر إلى القبائل الكبرى وقد حضر عددا من الاشتماعات مع مسؤولين منطقة القبائل في قرية أفرحون بيتيزي وزو بين 1 و 11 جنوبي 1957 استشهد المناظر عن النمر في 16 جوان 1958 رحم الله شهدائنا الأبرار شكرا 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 أشرف إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار اللي بيفضلهم الجزائر الرهي حرة مستقلة وش رأيكم يا أطفال مقبيلات تكلمنا عن لا لا ما زال اللغس ما زال اللغس تكلمنا عن اللاجئين مقبيلات تكلمنا عن اليوم العالمي اللاجئين تعالي غيف يجي عم ويزيد دالكم أغنية بيتي مساكن هما ما عنهوش مأوى عم ويزيد دالكم هاد الأغنية بيتي تغنوا كامل معي بيتي يلا بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت في ثناء المنزل أرنب لونه أبيض لو تدري يجري في صرح يلعب كم يهوى كل الجزاري في ثناء المنزل أرنب لونه أبيض لو تدري يجري في صرح يلعب يجري في صرح يلعب كم يهوى كل الجزاري بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت في ثناء البيت دجاجة خلفها كتكوت يجري بيتي 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 أحلى بيت فيه ولدت وتربيت بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت في بيتنا توجد شجرة فوقها عصفور جائع يأكل من غصنها ثمرة في يوم مرح رائع في بيتنا توجد شجرة فوقها عصفور جائع يأكل من غصنها ثمرة في يوم مرح رائع بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت بيتي بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت في ثناء المنزل قطة صفراء اللون جميلة وحمام صوته أحلى جاء إلى وشه ليلا في ثناء المنزل قطة صفراء اللون جميلة وحمام صوته أحلى جاء إلى وشه ليلا بيتي، بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت بيتي، بيتي أحلى بيت فيه ولدت وتربيت برابو، برابو، برابو برابو، برابو يا أفاق عجبتكم الأغنية تحبوا ألعاب الخفا يلا نروح وكمل مع أمو ناسيم لجنب المدينة الشرشال في ألعاب الخفا تفضل أمو ناسيم تفضل تفضل يا أطفال الحمامة عجبتكم بزاف بزاف لشبياء ولكن الحيوانات لازم لنا الرفق بالحيوان لازم الحيوان انتهى الله هو الرفق بما أنه نهضروا على الرفق الحيوان نتكلم لكم شبياء الحرية الحرية هو شيء عظيم نعمة كبيرة كما نيسان عنده الحرية الحيوان أيضا عنده الحرية تبعوني ملاح قليكم صورة وقل لي وش لها في الصورة وش لها في الصورة وش تلاحظوا ثاني حمامة وش فاني عدنا حمامة وعدنا قفص وش كان هنا يا عدنا حمامة لراهي هي ساجينة والقفص هو أيضا ساجين عند صاحبه الحمامة رهي ساجينة في القفص وش فالقفص ساجينها عند صاحبه وش لازم منا؟ لازم نحرر الحمامة ولا كدوه نحرر الحمامة لازم نحرر أيضا القفص نحيوه من عند ملاه كند نسرحوه من عند ملاه نقدر أيضا نحرر الحمامة أحسبوا معي شخص واحد حتى ثلاثة واحد ثلاثة ثلاثة أربعة حررنا القفص وكا نحرر القفص رح نحر الحمامة شكرا برافو برافو عمو ناسيم عجبتكم العاب الخفاء عجبتكم العاب الخفاء إذن يا أطفال أمو يزيد رح يحكي لكم دركها حكاية جميلة حبوا الحكايات حكاية الملك والعجوز يلا معي إذن يا أطفال كما وعدتكم رح نحكي لكم حكاية الملك والعجوز وحد النهار وحد الملك حب يبني جامع مسجد ولكن حب هذا المسجد باش هو يبقى على اسمه حب وحد ما يساعده يعني من ماله الخاص كلش بدرهمه يبدا ويبنه في هذا المسجد وكامل والخدامين وكامل بعد كملوا البناية هذك كملوا البناية وبدوا الناس يصلوا في هذا المسجد وكامل وحد نهار كالراقد جاتوا منام في الليل إنسان دي فوقوا راقد ينوم نام باللي المسجد هذك مكتوب عليها اسم إمرأة خدوا من ذلك ينود يبعث الوزير يقولوا رح شوف الجامعة أنا شفت في المنام بلي مكتوب فيها اسم مرأة شوفوا شو مكتوب يروحوا يولقوا يولالا يا مولاي فيها اسمك بتنحاج سبحان الله ونبهت خدوا من ذلك كيف كيف ينوم باللي هذا المسجد في الاسم مسجد المرأة الفلانية حطوا اسمها ينود مفزوعة حق دي يقول يا سبحان الله وما دي عايت الوزير تاعي يقولوا شكون ساعدكم في البنائية تاع الجامعة ياخي يقول لكم وحدي أنا أنا اللي نمول للجامعة المسجد قالوا المولاي غيرنا تالي ما مولتوا واحد ما مولتوا معك ما خلينا حتى وحد كي ما قلت النام قال لهم شوفوا قال لهم أنا أنا نشوف هذا المنام قالوا له ما لابنش زاد نام المرات تالتة القدنات مفزوع شاف اسمه من أحي وشاف اسم تاع الامرأة هذيك واسم كامل شفا عليه ودوا من داكس قال الوزير قالوا شوف أنا تروح تجيب لي هاد المراوكين اسمها هادا تروحوا تباحتوليها في المملكة روحوا يحوسوا عليها يحوسوا عليها السيدة فلانا السيدة فلانا يحوسوا 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 حتى أجابوها للملك جيت خايفة هكذا مفزوع قتلوا يا مولاي يا مولاينا ما درتوالوك قال لها لا 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 حبينا نسق سيك حاجة قالت له قال لها يا مولاي نتفكر مرة مرة برك كنت جايزة على المسجد هداك وكانوا يستعملوا البهايم يعني الحمار وينقلوا المواد مواتة على البناء كان واحد الحمار مربوط وكان واحد لإناء قدامه هكذا فيه الماء وكان هادك الحمار مربوط يحوسوا يشرب هادك الماء ما قدرش مالحقش قتلوا يا مولاي أنا شفت هادك البهايمة ما قدرش تشرب حكمت هادك الإناء قربته له باش يشرب الماء هداه وشدرت بعد تم أفهم باللي هذا الجاست يعني وش دارت هذه المرأة الحاجة البسيطة هذه عند ربي عندها دراجات لأنها رحمة باهيمة كانت عدشانة من هذا اليوم الملك قال لهم تنحيوا اسمي من الجمع وتسموه باسم هذا العجوز هذه لأن ربي سبحانه استقبل منها العمل تحى أكتر خير من العمل اللي درته أنا عمو يزيد عمو يزيد استخرت من حكايتها اليوم أنه من لا يرحم لا يرحم بالضبط تصفقة تصفقة على بوبي تصفقة تصفقة إذن يا أطفال كما قال لكم بوبي من لا يرحم لا يرحم واش يقولوا إرحم من في الأرض يرحمك من في السماء برافو برافو إذن يا أطفال إنسان لازم يرحم الناس إنسان بالمرة قطة بالمرة حيوان محتاج يشرب الماء شفتوا بالمرة يكون الحر بالمرات يعني الرحمة مليحة الإنسان لازم يرحم يا أخي يلا معي شكرا 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 يا أطفال يرحم من في الأرض يرحمك من في السماء إذن من لا يرحم لا يرحم وسنضر كل واحد الفقرة نحبها فقرة الرسائل اللي جينا باريد عمو يزيد اللي نقرأ فيها الرسائل اللي تبعتهم منها عبر موقع الانترن عمو يزيد بوين كوم بالضغط على الزرار أراء وملاحظات بوبي شوف رسائلتها أصدقائنا وشبعتمنا هذا المرة أنا نحب نقرأ هذا الرسائل الجميلة كين؟ آه جميل 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 شكرا شكرا بوبي شكرا شكرا إذن الرسالة الأولى تقول من عند بن عروس عبد الرزاق 13 سنة من مدينة الأغواط سلمنا لكل سكان ولاية الأغواط قل لك حصة رائعة والله فرحة الأطفال يا عبد الرزاق هذا واجب وشكرا شكرا على هذه الرسالة الضارفة والجميلة الرسالة الموالية ساكت إبراهيم ثم سنوات من مدينة مستغانم مدينة مستغانم الجميلة تحياتنا لكل سكان ولاية مستغانم والغرب الجزائري قال لك إنها حصة رائعة جدا وأرجو منكم أن تقبلوني بالضبط يا إبراهيم ساكت ثمان سنوات من مستغانم نحن نقبلوك ونقبلوك كل أطفال ما عليك إلا تشارك عبر موقع الأنترنت باش تحضر معنا وراح نكلموك حتما هذه الرسالة الموالية من عند والي خديجة 11 سنة من مدينة تيزي وزو الله يبارك القبائل الكبرى نحيوكم كامل ونحبكم إن الحصة رائعة ومذهلة وفيها شخصيات رائعة أنا أحب عمه يزيد كثيرا إذن رأيت سأل عليكم كامل والي خديجة من تيزي وزو 11 سنة حنا تاني نحبوك 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 الرسالة الموالية حاج ملود عبدالقادر 14 سنة من مدينة تشلف قالكم السلام عليكم أشكر عمه يزيد على هذه الحصة الجميلة ونحبكم بزاف إذن حاج ملود عبدالقادر 14 سنة من تشلف حنا تاني نحبوك 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 ومرحبا بك في أي وقت آخر رسالة تقول بوجلطي صفاء 13 سنة من مدينة الأخضرية باليسترو من ولاية البويرة قالتكم أنا أحب عمه يزيد وأشكركم على هذه الحصة وتحب كل الدماء أتسال عليكم إذن صفاء بوجلطي 13 سنة من مدينة الأخضرية ولاية البويرة احنا تاني نحبوك 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 عمه يزيد راح يحتفظ بهذا الرسائل هدو لأنني نحب نقرأهم رسائل تاكم ما عليكم إذا ترسلونا باش نقرأوا الرسائل تاكم حقنا در كارك ننكت شكونا عندونك تجميلة جيحكيها العمه يزيد تعالي بنتي تعالي 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 أقو علي بنتي واسمك إكرام شحن في عمرك ستة ست أيام ست سمنات ست شهر آآ ست سنين ست سنين أنا عم بني ست شهر آآ ماليش عمو يزيد يحب يتحكي معاكم مبرك وين تسكني بنتي فرويسو فرويسو الله يبارك فرويسو الله يبارك قيلي نقطة تعالي بنتي كان واحد النهار تحاكينا رايح الجامع هاديك النهار يسرقو له صباطو وبعدا سيك يرح يحوص عليه ملقه قال له هادوك تعالي الجامع قال لهم يسرق لي صباطو اللي يرجعو لي نحكي له حكاية بابك كانوا يسرقو له صباطو ويعودوا يقول لي جال السرق قال له هاك صباطك قال له بابك أن يرفض صباطو ويروح لدارو ها 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 برافو برافو شكول عنده نقطة جميلة شكولي عنده تعالى 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 وليدي واسمك؟ أشرف 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 الباحث وش هل تعمل كوليدي؟ تسع سنوات لا يبارك وين تسكن؟ في الجزائر العاصم برافو قلنا نقطة تعالى كوليدي؟ كان أمريكي وجزائري وفرنسي كان هناك طيارة وبعد فات الفرنسي على بلاده قال أنا هادي بلادي عرفها من بورج باريس وبعد فات أمريكي قال هادي بلادي عرفتها من نطحة الساحب وبعد فات أمريكي قال هادي بلادي عرفتها من أولاد الأولاد اللي يقولوا طيارة عايجة طيارة عايجة طيارة برافو 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 تعالى أروح تعالى أروح أقعد ما اسمك ولدي؟ محمد العازي وين تسكن؟ في تزاير في تزاير شحل في عمرك؟ تلت سنين تلت سنين؟ وش هطرة أقدار الله يبارك حكينا نقطتك؟ كان وعدة السبع يأكل تزاير يأكل جاج؟ وين بعد؟ بعد كي جواهات خرج من فما خرج لها جاج من فما وخلاص الحكاية كم لدي؟ ويأكل سبع شاكلها ويأكل طيارة كيف أدت طلعت هلين يأكل طيارة طلعت فطرة فطرة تفضل 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 أرجع للمكانك ولدي حبي تقرأ الورقة عمو يزيد؟ أرجع للمكانك يلا شكرا لدي شكرا إذن يا أطفال ما هو الشيء الذي بحركة من إصبعنا يتحدث يحدثنا؟ ما هو الشيء الذي بحركة من إصبعنا يحدثنا؟ يحدثنا؟ تعالي بنتي أرواحي واسمك بنتي؟ فريال فريال وين سكني فريال؟ في الحراش في الحراش حال في عمرك بنتي؟ حدثنا حدثنا وش هو الجواب؟ رفع الإصبع لا 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 شيء بمجرد حركة من إصبعنا يحدثنا تعالي بنتي أرواحي أرواحي من إصبعنا واسمك بنتي؟ ياسمين وين سكني؟ في الحميز في الحميز وش وجود؟ الهاتف لا لا مش الهاتف شيء بمجرد حركة من إصبعنا تعالي أريدي تعالي واسمك؟ عيسام ضرب إيدة ندر ويدة الكاميرا وين سكن عيسام؟ ضرب إيدة دار بيدا. ماذا حال في أمرك؟ عمر 11 سنة. الله يبارك الله يبارك والله وش هو الجواب؟ جوابه فقرة الحاسوب. لا 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 يحدثنا يهدر معنا تعالا. تعالوا ليدي واسمك؟ هشام هشام. ما حال في أمرك هشام؟ عشر سنين. ويديسكن. اه في جزائل العصيمة. جزائل العصيمة. وش هو الجواب؟ رفعه على ايه رفعه لا 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 ماش شيء ما بمجرد حركة من إصبعنا يحدثنا فاندو تعالى واسمك ولدي آنيس وش هو الجواب وش هو سيتو سيت الجواب ماليش ولدي ماليش تعالي بنتي الميدياع وش هو الميدياع 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 لراديو بمجرد حركة من إصبعنا يحدثنا هو الميدياع يعطيه الهدية تحاطي لي الشاطرة هدي عمو يا زيد يعطيك هذا الكوب شكرا لعفو بنتي لعفو ويعطيك ثلاث سيديهات من حق الطفولة معلمة ومبروك عليك النجاح في كل سيديهة 22 أغنية تفيدك يا بنتي فيها أغاني للأطفال تفضلي العفو 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 بنتي عندنا عيد ميلاد براهيم تسع سنوات تعالى براهيم اروح وليدي احنا نغنو لبراهيم عيد ميلادك أحلى عيد وأصدقائنا يروحوا يجبوننا لغاتو دياله تعالى إبراهيم تعالى تعالى وليدي تعالى وليدي ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله بارد فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بسمك انت زيبناها ليلة حلوى يا محلاها بسمك انت زيبناها ليلة حلوى يا محلاها بابا ما يدولوه وصحابه ويمرقولوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغليلو سنة حلوى يا جميل سنة حلوى يا جميل برافو برافو مازال مازال حبيت طفي الشمعة مازال اوليدي مازال اذا تسعة تمانية سبعة ستة خمسة ربعة ستة زود واحد برافو طفي الشمعة برافو برافو اوليدي برافو 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 اعطيلي الشهادة تعه اذا ابراهيم هذي الشهادة تعك شهدت انجاح تصوير حصة مع ام يزيد في هذا الظرف الجميل هذا اللي كامل انتم مكين تخرجوا تسيبوهم في انتظاركم كل واحد ياخد ضرف هكذا بشهدت انجاح تصوير حصة مع ام يزيد باش تحتفظوا بها كذكرى يا اخي اذا وانا نقول لك يا ابراهيم بما انك رسلتنا بخمس قاسمات من علب حلي برامي على صندوق باري 42 ألف استوالي الجزائر العاصمة رأي البرنامجي هذيك هذي الدراجة هذي ان شاء الله تستفاد بها فلا وريدك فرحان هاي فرهابو برابو برابو وانا مبقى لي الي اقول لكم بخوة الخير سنونا في الاسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت سلام نحبكم يا اطفال لا تحزنوا حنال ودع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا تحزنوا حنال ودع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يازين لا ننساكم لا تنسونا احببناكم احببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يازين